ندا صحناوي مرشحة عن محهد أروم الكاثوليك على لايحة بيروت مدينتي أتعهد أن ندا صحناوي بتعهد أن نكون صوتكم بالبرلمان بتعهد أنه التزم ببرنامج بيروت مدينتي اللي محوره مصلحة الناس وإقامة دولة الأنون بتعهد أنه دافع عن أحلامنا أنه نعيش ببلد سيد حر مستقل بلد ما بيهجر وبيصدر ولاده بلد بيصدر إبداعهم ومنتوجهم بتعهد ارفع السرية المصرفية عن حساباتي بتعهد صرح متلاكاتي حتى لما بترك الندوة الفرلمانية بيكون فيه وضوح أني حفظت على الميل العام بتعهد أنه ما غير استمر بالصراحة والمصارحة وأقول كلمة الحق مهما كلها شد اللي غرقونا بالعتمى بالزبالة بالتلوث وخلونا نتوسل بالصيدليات على بواب المستشفيات بتوابير البنزين اللي سببوا الانهيار المالي والاقتصادي اللي نهبوا أموال الدولة وأموال المدعين اللي هجرونا وهجروا أولادنا اللي دمروا بيروت على روسنا اللي عرقلوا التحقيق وبدون يدمروا الإهراءات شاهدين على جريمتهم بدون يكون محبطين، ديقسين تفكروا أنه ما بيتغير شيء، أنه ما بتقدروا تتغيروا شيء بدون يكون ما تنتخبوا، أو بدون ينتخبوا عندكم لأنه معهم مال بيخافوا من أنه تكتشفوا قوتكم، بيخافوا أكتر شيء من إرادتكم مش مضطرين نختار بين طبول الحرب الأهلية والاستسلام للعتمة والتبعية في خيارات حقيقية فينا نختار دولة القانون، دولة المساوات، دولة الاقتصاد الخلاق، دولة السيادة فينا نختار الحياة، كل صوت حر فيه يحرر الدولة من التحاصص، من الزبائنية، من الفساد، من الانهيار، من الاستتباع كل صوت حر فيه يقرر مصيره ومصير البلد بيقول الشاعر إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر بدي استأذن من الشاعر وزيد كلمة على قصيته قبل ما كمله إذا الشعب الحر أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد للليل أن ينجلي، ولابد للقيدي أن ينكسر صوتكم هو الفرق